لنقاش آخر المستجدات حول تظاهرات في العراق يحضروا معنا في ستوديو العراق اليوم الدكتور فالحة الخطاب الكاتب والبحث السياسي أهلا بكم دكتور رغم القمع الحكومي لأن التظاهرات تواصلت في بغداد وعدد من المناطق ماذا يعني هذا الاستمرار رغم هذا القمع ضدها؟ بسم الله الرحمن الرحيم نحن تحدثنا في الأيام المضت عن أنه الثورة تجاوزت حدود الخوف كان يمكن لهذه الثورة أن تتوقف منذ اليوم الأول عندما بدأ النظام بإطلاق ما في جعبته من قمع ومن عنف كان يمكن أن يقافوا خصوصاً أنهم شباب لم يخوضوا من قبل تجارب لم يعيشوا حتى الحروب التي شهدت العراق في السابق هذا جيل جديد تماماً نشأ في ظل ما يسمى الديمقراطية الأمريكية التي جاء بين احتلال الأمريكي لكن الواقع يقول أن هذه الثورة مسلحة بوعي كامل لخطورة ما يجري للعراق والعراقيين يشهدون أن العراق يتآكل ينتهي يضمحل وبالتالي شهدنا من ضمن الشعارات التي رفعت نريد وطناً يعني لم يكن فقط المطالبة بالخبز المطالبة بالكرامة المطالبة أيضاً بالوطن هناك شعور بأن العراق بدأ يخرج من بين أيدي العراقيين نعم كان المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب تحدث بأن القوات الحكومية تجاوزت كل الخطوط الحمر يعني ما طبيعة هذا القمع الذي يصل إلى كل هذه المدايات لمواجهة السلميين يعني إذا كنا نتحدث في الحقيقة بدون تزويق بدون الفاظ الدبلوماسية لا توجد في العراق دولة والحاكمين الآن في العراق ليسوا رجال دولة بالقطع هؤلاء لا يملكون لا ثقافة الدولة ولا يفهمون أحد النواب وهو منهم قال أن الاحتلال الأمريكي أتى بهؤلاء من شوارع العالم من الحانات والخمارات والشوارع هؤلاء يعني لا يفهمون وبالتالي حتى كثير من الناس يقولون الآن أنه هذا الشيء مخالف للدستور وهذا مخالف للمادة كذا هم لا يفهمون حتى في الدستور هم ليسوا رجال دولة وبالتالي لا يتعاملون كرجال دولة مع الآخرين القمع هذا هو كل ما يجدوه نحن عندنا الآن نظام ميليشيات هذه الميليشيات تتمنى الآن الميليشيات على فكرة تتمنى أنها يطلق إيدها لكي تفعل مجازر أكثر مما هو موجود لكن هم يتصرفون بشيء من التدرج الذي يفضي إلى الدم الأكثر فالأكثر يعني بمعنى آخر لا توجد دولة وبالتالي تتوقعين أنه يصدر من هؤلاء أقصى درجات العنف لأنه هو ليس مدرب لا على منطق الدولة ولا هم رجال دولة لا يفهمون لا في الدستور هذا الدستور أتي لهم من أمريكا نوح فلدمان ترجمه وأتى به إليهم وفرضه عليهم لكي يكمل ديكور الاحتلال الحديث عن الاحتلال ربما يقودنا أيضا لتصريحات فالح الفياضة الأخيرة والمتعلقة كذلك بما وصفها الديمقراطية وأعداء الديمقراطية وتحدث أيضا عن القصاص كيف تقرأ كل هذه التصريحات وهل فعلا سيرد على المتظاهرين السلميين لا هو لا نقول هل سيرد هو رد هو رد ولكنه هو يتوعد بالمزيد وهذا فعلا سيحدث سيحدث عندما الأمور إذا هدأت الأمور ولنقل إذا الثورة تلاشت أو توقفت هذا أمر واقع لا بس الثورة لن تنتهي هذا لن يكون آخر المشوار هذا بداية المشوار وحقيقة بداية المشوار لا نقول بداية المشوار في الانتفاضات لأن الانتفاضات من 2012 لكنه هذه المرة بداية حقيقية الانتفاضة حقيقية الأمور سوف لن تعود الوراء نحن أمام طريق بطريق واحد يعني وانوي ما في عودة للوراء الكل سائرون في طريق واحد فالح الفياض بما أنه ممثل إيران في العراق هو رئيس الحشد هو يدرك جيدا بأنه ليس هناك خيارات للنظام الذي يتزعمه الآن طبعا هو كما ترين هو الذي خرج ليس رئيس الوزراء هو الذي خرج وتوعد وتكلم عن الأشياء كلها وهذا أيضا يلغي ما سمعناه قبل فترة عن ازدواجية مصطنعة بين وبين المهندس عندما قالوا أنه يختلفون أو كذا لا يختلفون هم بدرجة واحدة طبقة واحدة اليوم كشر عن أنيابة لأنهم يعرفون إذا هدأت هذه الثورة النظام سيقوم بحملة قمع مضاد ستبدأ الثورة المضادة وعندها ستبدأ الاعتقالات وعمليات القتل والتصفية اليوم سمعت أنه عدد من الصحفيين غادروا لأنه لا يؤتمن ونعلم أنه تمت مهاجمة كثير من مقارات التلفزيون والمحطات الفضائية لأنه هؤلاء كما قلت هؤلاء غوغاء هؤلاء غوغاء مكنتهم أمريكا من الحكم وتسلطوا على هذا الشعب الأبي الذي للأمانة عرف الحقيقة الآن الآن الحقيقة عرفها ولهذا نقول لا عودة للوراء الأمور قادمة والأمور بخواتمها الحديث عن الصحفيين مغادرة الصحفيين وكذلك اعتقال الصحفيين والناشطين واستهدافهم داخل المشافي أو داخل منازلهم ما دواعي كل هذا الارتباك وكل هذا الخوف من من ينقل الواقع والحقيقة يعني بالنهاية لم يتم تزييف الوقائع هذا النظام لا يملك لا حقيقة ولا يملك شرف البواجهة الكلمة بالكلمة هو لا يملك غير سرقة المال العام لا يملك إلا أن يقدم العراق لقمة سائغة لأعداء العراق هو ليس بعراقي يعني هذا النظام لا يزعم حتى أنه عراقي إذا تكلمنا حتى عن حملهم للجنسيات المزدوجة هذا أمر كل عراقي يعرفه لكن غير هذا كله هم عملاء هم عملاء يعني هم يتشرفون بخدمة الولي الفقيه أو خدمة الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي هم لا يعملون للعراق لذلك ليس لديهم جواب يعني كيف يتعاملون مع الصحافة مع الإعلام مع الحقيقة ليس لهم ليس لعدهم عندهم رصاص يقدمون يعني شيء سهل جدا أنه مقابل حجة الصحفي الذي يحاول أن ينقل الواقع ورأي العام سهل جدا أن يواجه الصحفي برصاصة ثمنها يمكن يعني ليرة أو ريال أو اللي هو فبالتالي هم لا يملكون النظام عندما يفلس وعندما لا يمتلك أي شيء لا من الشرف ولا من مقاومات الحقيقة يعني ليس لديه إلا سرقة المال العام وعلى فكرة دائما في عرف السياسة التصرف بالمال العام هو مقياس وطنية الحاكم هذا مهم جدا فإذا كان هذا المقياس سقط وكلنا يعرف أنهم لصوص لكن غير اللصوصية هم سلموا البلد إلى الأجنبي يعني هم يفتخرون أنهم يشتغلون عند الولي الفقيه أو لدولة ثانية فماذا تظني يعني ماذا سيفعلون كيف يتحاورون الحوار برصاص هل هذا يعني أنه بهذا القمع وهذا العنف يحاول أو يتوقع أن يحبط الانتفاضة أو هذا الحراس هذا الوهم الكبير هذا الوهم الكبير هم الآن في قضية معينة يعني هناك من يقول أنه 120 شهيد قتيل اللي هو وآلاف سبعة آلاف أو شيء يقترب العدد ربما أكثر وطبعا هذا العدد مرشح للزيادة لكننا نقول شيء واحد العراقيون منذ الحرب الوطنية الكبرى اللي سميت الحرب العراقية الإيرانية فقدوا أعداد كبيرة من الناس جاء الحصار فقدوا أكثر من مليون جاء الاحتلال فقدوا أكثر من مليون ماذا سيضيرهم هذه المرة هذا الدم مختلف طبيعته مختلفة مذاقه مختلف هذا دم ثورة لشعب وع الحقيقة لم يعد لم يعد يقنعه أي شيء آخر وع الحقيقة فهم الأمور وأي شيء الآن من الدم الذي سيراق سوف يكون هذا ضياء للعراقيين لأنهم بالنسبة للعراقيين الدم يعني هم يفقدون دماء ملايين فقدوا هذا الآن لا يضيرهم أبدا إنما ستكون هذه الثورة لها ما بعدها تأكدوا أنه ما بعد هذه الثورة ليس كما كان قبلها شكرا جزيلا لكم دكتور فالح الخطاب كنت حاضرا معنا في الستوديو على هذا التحليل والنقاش شكرا لكم